اشتركوا في القناة 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 راه توزعت عليهم مئات سنين 20 سنة 15 سنة راه كين مجموع عام الطالبة اللي راه هم الآن في المعتقل وأكيد هذي راه غير واحدة المجموعة اللي تم النطق بالحكم عليها اليوم هي واحدة المجموعة اللي مكونة من 9 أشخاص وهال 9 أشخاص يعني لإن المحاكمة كين مجموعات كين مجموعات وكل هول ميلف ديالو اللي مفبركليه يعني كل واحدة كل مجموعة مفبركليها ميلف هذا مفبركليه التحريض على التظاهر هذا مفبركليه لأعمال الشغاب هذا المفبركليه التخابور هذا مفبركليه ما نعرف شنو يعني هذي راه المجموعة اللي أولا اللي يعني كانت شوية ما في هاته شي حاشا راه ما زال المجموعات الأخرين توقعوا أكثر من 5 سنوات يعني باش نكونوا متواضحين وما نكذبوش على بعضياتنا وهد الفيديو راه غايبقى في الانترنت وغايبقى تقولوا إيه راه قالها بالنسبة للمجموعات اللي باقية توقعوا أحكام أقسى من هد الأحكام هاتي وحنا راه ما تنقولوش أحكام قاسية لإننا أصلا ما كنا نعترفوش بهد القاضاء اللي ما مستاقلش يعني هد شي اللي أصلا نخرجو عليه جماهير الشعبية اللي كتطالب باستقلال يد القاضاء يعني راه في 2011 راه كانت عقلو الحركة عشرين فبرايرا خرجت على هد شي اليوم يعني كان شوف وراء القاضاء ما مستاقلش راه تي 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 حكم بالتليفون بدك شي اللي قالوا له والتهم اللي اللي وجدوا لي والميلف اللي اعطوا لي على كل واحد هو اللي تياخد به إذن هد الشي هذا ما خصتش حبطنا لي إنه نشط الإحباط يعني صراحة نشط الإحباط في مواقع التواصل الاجتماعي كان إحباط كبير بالنسبة للساكنة دي الجرادة والمجموعة عدل المناضلين يعني اللي مساكنين تحبطو أكيد كاملين يعني راه الحزن يعني الداخل دياننا ولكن ما خصناش نتحبطو ما خصناش نتحبطو هو فعلا أنه في جرادة يعني أمر محزن لأنه المنطقة دي الحرك دي الجرادة كان مهماش وملقاش تضامون كما ملقتوا يعني مواقع أخرى أولا مناطق أخرى المعتقلين دي الجرادة يعني التهميش طالهم بواحد شكل كبير يعني لا ما مش نشتادوك الأحزاب الرجعية وهدوك الجمعيات وكذا يعني تكتضامون اللي كان يعني مع مناضلين أخرين وله ولكن ما احنا ما عرفناش يعني شنو والسبب ما عرفناش بعدانا بعدانا ما ما فهمتش ما فهمتش وما عمرو غدي نفهم هاد القضية هدي دي لأنه مناضل يلقى تضامون ومناضل ما يلقاش تضامون عائلة دي المعتقلين كتعاني وكتعاني في صمت في المنطقة دي الجرادة كين معتقلين اللي عندهم دراري صغار تيموتوا بالجوع كين طيفل اللي الحاليا مشلول يعني التمدس دياله بعربة ديال أجهزة القمع الطبقي يعني كينما كتشاهدوا وراها مرمي في الصبيطار وحتى شي واحد إلى هنا يا كل القضاء يعني مستقل له هاد الأحكام أينا نبغينا نعترفه حتى وإحنا ما رديش نعترفه بها هاد الأحكام هادي ولا بهذاك القضاء قاعد اللي يحكم لأن هاد الأحكام هاده أصلا يعني ميفات مفبركة وجاهزة وجاية من الفوق وهذاك يعني مثلا غير ذاك الطفل هادك اللي تم يعني الآن موعاق يعني أم عندها طفلين طفل في المعتقل طفل كنقول لأنه ما عندوش لأنه ماشي باليغ يعني قل من 18 سنة عندو 17 سبعتاشر سنة وهو الطفل الآخر اللي عندو 15 وكبر دابا كي كبر في المستشفى إلا عمركم شكو طفل كي كبر في المستشفى يعني ما شكو يتلقى العلاج وتي خرج تيمشي في حالاتو كبر تبا تي كبر في المستشفى ولقع شتنا الملامح ديالو تبدلاتو كبر هاد السيد هادا في الطبيب يعني في المستشفى وما تيتلقى شتى العلاج وورا وانديكابي موعاق ولكن هادك الشخص اللي يعني ادهس هالطفل هادا عبد المولى يعني في يعني في الظرفية ديال الحراك ديال الجرى داودك تدخل القمعي اللي العالم كامل شافو اه والفيديو العالم كامل شافو يعني حتى هامل رايتس ووتش دارت يعني تأكدت من الفيديو وراكين في الانترنت اه امنيستي انترنسيونال ودارو يعني بلاغات ودارو بيانات في هاد المستوى وتطالبو النظام المغربي انه يكف على هاد العنف المفرط اللي اللي داروه لكن بالعكس ما شتناش شي حاجة من هاد القبيل هادوك داكاكين سياسية اللي كينين في المغرب اه ويعني كما قلت هاد هاد شي فيديو يعني متأكد من الصحة ديالو طفل دهساته عرباء ديال الاجهزة القمع الطبقي وما تمش المحاكمة ديال هاداك سيد اللي دهسها الطفل هادا واللي خرجله على حياته وعلى المستقبل ديالو هو الان تيموت وميت اكلينيكيا ولكن مدوز هاداك السيد اللي تسببلو في هادا الاهل المستديما وحرموه من المستقبل ديالو مدوش حتى يعني يتع خمسة دقيقة ديالستين طاق يعني هو الان حر طالق تيجوعوهم تيجوعوهم قبل ما يدخلوهم للمدينة كيجوعوهم كيكتلوهم بجوع وكيطيحو عليهم بسبان وكيدفلو عليهم على هادوك على هادوك على هادوك المخزنية وهادوك السيمي تيدفلو عليهم وكيصعروهم مزيان تيتيمارسو عليهم الدكتاتورية ديال بصح وفالاخر تيطلقوهم بحال شكلة بجعانة تيديرو ما بغوا فولة الشعب تيديرو ما بغوا فولة الشعب ايدا كيما قلت هادوك الاحكام هادوك ما خصهاش تحبط من العازمة ديالنا هادوك هادوك ولكن خص العامل خص العامل على يعني اكتساب آليات يعني تنظيميها وخصنا نتنضمو وخصنا الشعب يقول كلمة وحدة والشعب خصو يعني يوحد نضالة ديالو ماشي نشوفو نضال كل مرة نشوفو يعني واحد المنطقة وتينزلوا عليها وتينقمعوها وصافي ما كينتش حاجة وحتى الآليات ديال الاحتجاج خصنا ننوعو فيها وكيما شتورها الساكنة ديالجرادة ما عرفش انه بعد الرفاق تيقولوا بانه المدينة ديالجرادة غدخلف اضراب عام غدا تنديدا بهذا الاحكام هادي نتمنى كنت كانت منه انه تكون مبادرات وخي يعني الوقت متأخر الان وكنت منه انه تكون مبادرات من هاد القابل وهذا هو والتضامن لا بغيت نجسده التضامن انه مدن اخرى تهيت على الاضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين ديالجرادة وحتى باش نبينه النظام القائم باننا راكينين وبانه ماشي يعطي الاحكام وراء ما كنواله يعني بحال كان بالنسبة للمعتقلين ديالجرادة انه هذا جس نبض كان جس نبض يعني ديال النظام القائم بالمغريب لهاد يعني الشعب المغريبي والشارع المغريبي جس نبض حتى من كان يعني الاحكام السورية علموا اعتقلين ديالجرادة وما كينتش حاجات تش واحد يعني يعني الشارع كان خاوي الا من شي شي يعني شي مناضلين ديال الويكند واحد المناضلين اللي كيخرجوا لنا بالسبت والحد ما تعرفوش هما الاضراب وما تعرفوش يعني بأن الاضراب هو السلاح ديال العمال وهو ديال الاخر إذا باش ما نطولش كيما قلت هادي شي ما خصي حبط العزيمة ديالنا وهدي يعني كيما قلت انه النظام ديكتاتوري علم الحرب على الجماهير الشعبية وان ركت بدأ بحال هكا بل وان بدأت كتر من هكا وانا في التاريخ عبار والتاريخ رجل لا ينسى ولا يموت اوروبا عندما يعني كانت التوارات اندلعت في اوروبا كانت اعدامات في صفوف المناظرين اعدامات في صفوف النساء كان الرساس لحي في الصدور ديال الاطفال يعني راه هاد الشيرة ما زال ما وصلنا لوش حنا يا الان وهذا شي نقول ان انتفاض بدأت هاد الشكل هدا في اوروبا اللي كانت اعدامات ورصة صحية وقتلة يعني اطفال يعني راه المونارشية الملاكية او الانظمة الدكتاتورية الرأسمالية راه ما كتعرفش ما كتفرقش ما بين طفل وباليغ ومرأ ورجول وعجوز وشاب كتعرفش هاد الشي هاد كتعرفش هاد الشي هاد وحتى احنا في نضالاتنا ما خصناش نعرفو هاد الشي هاد وبالتالي خصنان نضامنوا مع الحركة التلاميدي وخصنان نحاولو نقطرو هاد الحركة التلاميدي وخصنان الحركة التلاميدي خصهم يوعاو بانهم جوز لا يتجزأ من الحركة دي الجماهير الشعبية وانهم يخرجوا بميل فمطلابي حتى يعني ما شهد احنا اكيد انهم ما خرجينش ولكن راه هاد خرجتهم دابا ما زال غادي يكتسبوا اتقاف النفس وما زال وبالتالي نخصنا هاد تلاميذ هادو نحاولو اننا نقطروهم ونوعيهم بالحقوق ديالهم اللي تسلبت ليهم واللي كانت يعني حقوق وكانت كانت مكتسبات اللي جابت هالنضالات ديال الجماهير الشعبية وكانت نضالات من اجل مجانية تعليم يعني الجودة ديال تعليم ومن اجل بزاف ديال الحواج خصد الجماهير هاد التلاميذ يفهموا هاد الشي هذا والنضال ديالهم يكون بنع لها الاساس هذا مش على اساس ديال الساعة او اذا كما قلت انتفاضات في اوروبا بدأت وكانت اعدامات صفوف خيارات المناظرين وكانت رصاص يعني صفوف النساء والاطفال ويعني الجماهير الشعبية اللي كانوا عزل ما عندهم ش يعني الاسلاح ولا اشي حاجة ولكنها انتهت بطورا وانتهت بقلب موازل القوى لصالح الجماهير الشعبية وبالتالي حتى ديال ديال الديمقراطية اللي الان كي نعمو بها كي نعمو بها بفضل هادوك النضالات وبدوك الدماء الشهداء اللي قدموه وبدوك يعني حتى هادوك المناضلين اللي يعني ضيعوا او لا تسلبهم النظام جموعة من السنوات من عمرهم ادن هادوشي اللي بغيت نقول ادن كما قلت كايخبار اضراب عام بمدينة جرادة يوم غد تمنى انه تكون في القريب العاجل مبادارات من هاد النوع هذا وانه تكون يعني وقفات احتجاجية يعني منددة بهذا الاحكام هادي حتى يعني باش نقول النظام القائم بالمغرب راح نكينين ورا راح نولد الشعب راح راح كينين راح ماشي بحلكات تعتقدوا بانه ديروا اللي بغيتوا وحكموا باش ما بغيتوا لانه كين مازال مجموعة من المعتقلين مازال مجموعة من المناضلين بسجون ديال النظام القائم بالمغرب اذا تحية لكم تحية المجد والخلود الى شهداء الشعب المغربي البطال دمتم للنظال ودام هذا الاخير لكم سننتصر اكيد سننتصر اشتركوا في القناة